اشتركوا في القناة عن الخطوط الحمر التي كان قد رسمها حول سلامي بعد تلقيه نصيحة من الفرنسيين بعدم ربط مصير رئاسته للحكومة ببقاء أو رحيل حاكم المركزي وبدأ باقتراح مرشحين محتملين لخلافته وقد ترح في الأوين الأخيرة على رئيس الجمهورية ميشيل عون اسم جهاد أزعور لكن الأخير رفض وسط تأكيد العارفين بخلفيات الهجم العونية الشرسة على سلامي وأن الهدف المركزي منها لا يبتغي إصلاحا ولا تغييرا أكثر مما يرمي بوساطة إلى تعيين حاكم جديد يأتمر بأمر العهد وتياره وذلك بحسب ما ذكرته الصحيفة حاكم مصر في لبنان الذي استلم منصبه منذ العام 1993 بدى اليوم محطة أنظار الجميع في لبنان وتحديدا بعدما استدعى القضاء اللبناني الحاكم بعد غيابه ثلاثة مرات عن جلسة التحقيق أضف إلى ذلك تعميم منع السفر الذي أصدرته المدعي العام الاستئنافي في جبل لبنان القادية غاد عون بحقه بعد سلسلة من معطيات ومعلومات جمعتها من سلسلة تحقيقات أجرتها وإفادات استمعت إلى أصحابها من مدراء ومسؤولين ماليين في مصرف لبنان وغيره وجميعهم أدانوا سلامي بحسب موقع النشرة إلا أن تعيين حاكم مصرف فديل عن رياض سلامي لطالما كان دائما يشكل هاجسا لدى الطبقة السياسية الحاكمة فبحسب صحيفة الأخبار ليس في لبنان من هو أقوى من رياض سلامي أو من لديه هذا النفوذ الاستثنائي الذي حفره الرجل على مدى ثلاثة عقود في كل جوانب الدولة فمن هو الحاكم الجديد وهل سيحظى بنفس الحماية؟ اشتركوا في القناة